53 دقيقة صباح النور وصباح الورد وليسمين صحيحة ضروري في أولوياتنا وضروري الاهتمام بالأويناتياك حضر معنا الدكتور محمد شهبي طبيب أخي سائي في أمراض العين تصحيح النظر وجراحة العين أيضا هذه أسبوع ما تخير ما شفته قادر زرب عليها بالجنري قال لي يا صفي سربي طبيقة تسألي وربي الله كنسلم عليه صباح النور دكتور محمد شهبي صباح الخير لبس عليك الحمد لله الله يبرك فيك كدير كشي بخير كل شي مزيد الحمد لله ممتاز مؤتمر كان جد جد مهم ايه وستي مزيان غاديمشو نتكلمو أكيد على موضوع غادينا نجوع للأسئلة ديالكم ذكر فيكم فقط بالأرقم ديالنا 05-2030-300 أو الرقم تاني اللي هو 05-2031-33-33 أو أيضا تواصلوا معنا من خلال رقمنا تلواتساب اللي هو 06-2004-4004 شكرا أيضا للناس اللي يسمعون لنا من خلال غاديوة كل المغاربة العالم هل يخطيكم شكرا مرة أخرى على التواصل ديالكم فقلنا عدد من المشاكل عدد من الأسئلة دكتور جانا أكثرية خصوصا موضوع دي انفصل الشباكية ونصبا غا تعرف يعني تفاصيل كتار يعني شنو كان قصدوا بهذا انفصل الشباكية لأسباب ديالها شكو الناس اللي أكثر عرضة واش كين حلول كين علاجات شنو زمن الموضوع خسنا نعرفوا ما هي الشباكية أولا الشباكية فهو واحد الخطاء اللي هو داخل العين اللي فيه خلايا هاد الخلايا اللي كتستقبل الضوء واللي هي كنشوفو بها ولكن اللي كنشوفو العين كنشوفوه كيدخول الضوء اللي من القزحية هادك الفتحاء اللي هي صغيرة كتكون خمسة مليمتر هي اللي كيدخول منها الضوء والمحور الرئيسي ديال الشباكية اللي كنشي مباشرة كنشي له الضوء فهو المكان الأهم في الشباكية لأن الشباكية فيها الشباكية المبصرة والشباكية الغير المبصرة الشباكية المبصرة فهو المكان ديالها في المحور فين كنشي الضوء أما الشباكية الغير المبصرة فهي في الجوانب وهاد الشباكية الغير المبصرة كتكون كتصلح لنا اللي في المساء باش كنشوفوه في المساء لأن القوزة هي كتفتح من اللي كيكون الضوء شوية قليل إذن هذا الغشاء اللي هو كينداخل العين في بعض الحالات ينفصل وكنسميها انفصال الشبكية أو كتطيح بحال باب يبن هذاك الغشاء اللي كيكون مغطي الحيط وكيطيح كتكون عنده أسباب أشنال أسباب دياله فهي أسباب كتكون ثقب في الشبكية ولكن في الشبكية الغير المبصرة يعني في الجواني بديالها اللي هي ما كانتستعملوهاش في الشوف ولكن كتكون هناك بعض الضقب أو بعض الأماكن اللي هي ضعيفة شيئا ما وكين المياه الزواجية اللي كينداخل العين مع مرور الوقت كتجف وملي كتجف ربما كتجر في هذه الشبكية وكتخلق منها تمزق الشبكية ولهذا مليكي كينبعض الناس اللي هم كيكون عندهم أكثر عرضة لهذا الانفيصل الشبكية منهم الناس اللي كيكون عندهم قصر النظر حاد لماذا؟ لأن دائما كنت أعطي المثال وكيف كنت تعرفي كنت كنت أسمع الوليد الله يرحمها بزيار وكنت أرى الكوزينة وكنت أقول لهم ماذا مليكي تورقوا هذك العزينة كتورقها كتبقى ما حدك كتتقطع الورقة كتولي رقيقة وكتقطع إذن بالنسبة للقصر النظر فهو حجم العين كبير جدا بالنفس العزين هو عندنا حجم كبير إذن كيكون الألياف كلها ألياف ضعيفة شيئا ما والناس اللي كيكون عندهم قصر النظر حاد فكتكون عندهم ألياف ضعيفة وكيكونوا معرضين أكثر تمزق الشبكية وانفيصال الشبكية وهذا التمزق أو انفيصال الشبكية كيكون في بعض الفترات في السنة أكثر من فترات أخرى يعني في الوقت اللي كيكون الصاد أو الحرارة كيكون تمدد الجسم وكيكون تمزق الشبكية وانفيصال الشبكية أكثر هاد الناس اللي كيكون عندهم قصر نظر حاد هما فعلا كيكونوا يحتاجوا الفحوصات يعني كي يحس براسه ما كيشوفش وعنده الأسباب اللي غتديه لعند الطبيب مختص دي العيون وكيعرف الطبيب مختص العيون من اللي كيشوف عنده ناقص عشرة أو ناقص ستناش كيقول هاد الإنسان عنده الشبكية غتكون ربما ضعيفة وربما كيقلبها قبل ما يوقع انفيصال الشبكية ولهذا من اللي كنلقوا هادوك الأماكن اللي هي ضعيفة نقوم بتحصينها باللازر كيلي كيقول كراها كوالية الشبكة كانت طيحة لا الشبكة من اللي كنت تكون طيحة عن تكلموا العلاج دي الانفيصال الشبكية ولكن احنا كنهضروا دائما في الوقاية لأننا كنشوفوش كل ناس اللي هما أكثر أرضا وكان من اللي كان نفحصوا كان نعطروا نعطروا التقاطر وكانقلبوا الشبكية إلا كانوا هاد الأماكن ضعيفة نقوم بتحصينها ماشي كنصدوا هادوك التقاب ولكن كيبقى التقبة وكيبقى المكان اللي ضعيف ونقوم بتحصينها يعني كنكووا هاداك اللازر باش كنعملوا واحد الجدار اللي هو كيحصن الشبكية باش حتى لدخل هاداك المياه الزجاجية في هاداك المكان ما كتتقلع شاي وما كيوقعش انفيصال الناس اللي هما ربما يقد كون عندهم الشبكية عادية وما كيدلوش نضادر هنا فين كيكون المشكل هو أنه ما كتفحصلوا الشبكية ولهذا من اللي كعيطوا الناس كيقول كيبانيا بحل خملاك كيبانيا بحل نقاطي بحل هذا على كل حال احنا كنقلبوا الشبكية أنا كنعرفوا بأن هاداك المياه الزجاجية تجف مع الوقت وكتولي بحل تختلي كين في الماء كيكونش واضح وكيبقى يمشي ويجي ولكن من اللي كان عمله الفحوصات وكان لقومتان بعض الأماكن اللي هيخصة تحصين باللازير طبيب كيعمل له تحصين كيقول لك المريض أنا مشيس عند الطبيب لحقاش عندي الخملاة وعندي بحل دبانة ودردي اللازير باش ما تبقاش وباقى عندي والناس كيضنوا بأن هاداك التحصين لي دار الطبيب فهو علاج لهذاك المسائل الأعراض اللي هو داتوا عند الطبيب ولكن هي في الحقيقة الطبيب كيدي العمل دياله باش يشوف واش هناك احتمال انفصال للشبكية طيب دكتور شكرا جزيلا على توضيحنا قديمشي وفاصل إشاري قصير بعض درجة ما عدي نتكلمه على سبل اللي يمكن العلاج والوقاية أيضا وقديدي الشبكية اللي كتكون رقيقة يعني كي يقول لك البعض الناس أنا عندي شبكية رقيقة هدا واش تواعني؟ دي القصب ماذا؟ دي القصب ماذا؟ طيب عمشي وفاصل وببعض رجل خليكم معنا نذكركم فقط غيب توقيت هذه العشرة على مواجهة داعتكم أما فام صباحا نور الناس يلا شعلوا الراديو نضموا لينا احنا في فقرة صحة كعدد كل يوم خميس من نورنا دكتور محمد شهبي طبيب أخي صيف أمراض العين تصحيح النظار وجراحة العين أيضا البداية فقط كمقدمة بغينا نجابوا على عدد من تساؤلات ديالكم اللي كانوا سؤلون على الموضوع دي انفصالة الشبكية دكتور محمد شهبي مشكور أنك عدتنا توضيح قد نتكلمون فقط غير الإلاج وأيضا نذكرون فقط غيب أرقم استوضاغ الناس اللي حابنا التواصل معنا مباشرة اللي عنده شي مشكل أو اللي بغي ربما رأيي ديال دكتور محمد شهبي مكين حتى شي ضرر مرحبا بالجميع أرقمنا سفر خمساتين عشرين تلاتين تلاتين سفر سفر الرقم ثاني سفر خمساتين عشرين واحد وثلاتين تلات وثلاتين تلات وثلاتين هذا بالنسبة لخطوطنا المفتوح المباشرة بنسبة الرقمنات الواتساب اللي هو سفر ستا الفين أربعلاف أربعة سفر ستا الفين أربعلاف أربعة طريقة اللي كتب لكم مناسبة سوء تجير صوتي أو مكتوب اللي بغيته دكتور محمد شهبي نرجعون نتكلمون على سبل العلاج وأيضا وقاية هذا الموضوع دي انفصال الشبكية الوقاية هي هاد المسائل اللي كان بعض الناس اللي هما عندهم نسبة احتمال نسبة كبيرة أن يوقع لهم مشاكل في الشبكية هما الناس اللي عندهم قصر نظر هاد ولكن كان بعض الناس اللي هما ما عندهمش قصر نظر وممكن يكون عندهم في الشبكية بعض التقاب أو بعض المشاكل اللي هي تقد تعطيهم تأشيرة أنه مؤشير بأنه ربما كان شيء كيوقع في الشبكية هو مثلا كيبال الإنسان بحل برق كيبال له في واحد المكان معين ما يقولش راه ما هي والو ما الأحسن يمشي عن الطبيب كيقول له راه بال لي بحل برق طبيب كيعمل له فحصه كيقلب له الشبكية إلى ما ألقى حتيش حاجة كيعود يقلب مرة أخرى لأنه قد يكون واحد المكان دي التمزق الشبكية اللي هو صغير جداً والطبيب ما قدش يبال له عادة فحص مرة أخرى عن نفس الطبيب ماشي مشكل من اللي كيكون هادك الأماكن اللي هي كيفينا اللي هي تقد تعطينا أنفيصل الشبكية فنقوم بتحصينها باللازيغ وهذاك اللازيغ ماشي كيسد هادك التقابي بحل اللي كدنه الناس ولكن نقوم بتحصين يعني كنعملو واحد صف أو جوج للصفوف اللي هي دي اللازيغ باش كيخلي أن ذاك المكان اللي هو ضعيف ما توصلش له مشاكل وما يوقعش انفصال الشبكية ما لي كيوقع انفصال الشبكية كيمشو عن ناس مختصين كين أطباء في المغرب اللي هما في كل المدينات قريباً كتلقى في المدن الكبرى الآن كين ربعة أو خمسة في مدن أخرى كين المدن اللي ما فيهم مش لأن مع الأسف أطباء ديال الشبكية ماشي كتار بزاف لكيعملو عملية ديال الشبكية إلا كان الشبكية فاصلت والإنسان مشها مبكراً فالنتائج كتكون جيدة جداً إلا كان فيصل الشبكية بسبب أمراض أخرى بحل السكاري ممكن إلا هنا كتكون العملية الصعب وكتكون حتى النتائج دائماً رهينة بشنوكين لأن المكان المركز اللي كين تشيله الضوء هو اللي منفاصل لكيكون النتيجة أقل يعني الإنسان ما كيعود سيرجع له ذلك الحدة البصرية اللي كانت عنده ولكن إلا كان هدك الماكولا أو المركز المحور ما منفاصل شيء فكتكون نتائج جيدة إذا انفصال الشبكية على الحسب إذا لم يكن هناك مشكلة في الشبكية بحل الشبكية معتلة بالسكاري أو بمسائل أخرى بالتهابات البهجات أو التهابات أخرى كيكون النتائج أقل نتيجة ولكن إلا كان فيصل الشبكية مثلاً بحل الإنسان يعني وعنده قصر النظر حاد والشبكية اللي ضعيفة وانفاصلت إلا انفاصلت وبقات بعيدة على المحور دي النظر فالإنسان كيعود يرجع له النظر دياله بحل البداية ما كان حتى شيء مشكل ولكن إلا تعطل وقع مشاكل فالتدخل يتغير حتى طبيب ديال الشبكية كيعمل طرق اللي هي كتعمل بدون فتح العين ما كيفتحوهاش من الداخل وكان تدخل اللي كان عمله استئصال المياه الزجاجية وكان عمله الغاز أو كان عمله الزيت اللي كتسمى السيليكون باش الشبكية تبقاها في مكانها تعب دكتور شكرا جزيلا على الجواب على التوضيح غديمشون عطو فرصة كذلك للناس المتصلين يتكلموا معك مباشرة معنا سي سعيد من كذا أول مكالمة سي سعيد سلام عليكم السلام عليكم لبس عليكم بخير لله الله يبرك فيك سيدي تفضل دكتور أوابك عندو حد سؤال دكتور هديش ثلاث يام العين ليمنية كتبلي بحل الدبابة هم وكتعمل النضادر نضادر القرب بوحدهم بوحدهم ايش حال السين ديلك ايه بسعد وخبطين هو من الاحسن تدير النضادر فيهم بوعد وقرب ولو يكون عندك الشوف ديال البوعد مزيد اولا كتستعمل الهاتف بزاف كتستعمل الحاسوب 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 شوية والحاسوب شوية ايش ناي شوية ربعات سوية ربعات سوية كتديرها من تاصلة ولا مفرقة لا لا مفرقة مفرقة ماشي ربعات سوية ما كتقلش مثلا نص ساعة ساعة اللارب واكثر في نفس الوقت لاندي تقريبا ساعة تقريبا في كل حيطة نعم اولا من الاحسن تعمل النضارات فيهم البعيد والقريب لانا حتى التعب ديال العين كي قد يزيد من هاد الاعراض اللي تكلمتي عليها النقطة الثانية لازم تمشي عن طبيب ديالك باش يقلب لك الشبكية يقلب لك الشبكية كي تكلمنا على هاد الحالة في المقدمة قلنا بانا كين بعض الناس اللي كتباللوا بحال النقطة بحال الدبانها بحال كالي كيقولك عشر تيلة كل واحد كيباش كيباللوا على حسب هاداك المياه الزجاجية اللي كينا في العين هاداك المياه الزجاجية كيف قلنا مع الوقت بحال الرأس كي يشيب بحال الجلد كيوقع فيه التعجاعيد كين عنا هاداك الماء اللي داخل العين توكي ينقص شوية كيجف وكتولي ذاك المادة اللي فيه كتولي ما كتبقاش صافية كيولي بحال شي حاجة كتمشي أمام كالسؤال اللي كيرجع هو أنه كيقولك واش غاتمشي ولا غاتبقى هاد المسألة هادي ما يقضي جاوبك لأن محدها كتكون في المحور ديال الشوف ديالك غاتبقى تبقى تبقى لك ولكن للا طاحت لهذاك المحور ما غاتبقاش تبقى لك هذا لا يعني بأنه ما غاتبقى تبقى تبقى لك أم لا لأنها تقد تكون في العين ولكن ما كتدوش لك في المحور ديال الشوف اذا هاي في اليمينية هاي في اليمينية ايه مهم على كل حال هادي هادي كيب نقول لك بحال الشيب مثلا الشيب مليك ينط رمك ينطش بطريقة يعني متوازية باليمين واليسار ومن هذا على كل حال هاد المسألة هادي اللي هو ضروري هو فحص شبكية علش كيفحصو الشبكية لأنك نعرفو ملي هديك المادة المياه الزجاجية مليكة جف هي كتكون لاصقعة للشبكية ومليكة جف كي قد يكون هادك الغيشاء ديالها كيف بعض الاماكين يبقى لاصق للشبكية ويقد يقطعها اذا كتعمل واحد الفحص باش إذا كان هناك تمزق كيقوم الطبيب بتحصين هادك تمزق باش ما يوقعش لك انفصال الشبكية سؤال الدكتور ما لديه علاقة بالتنسيون لا دابل التنسيون اللي كانت تكلمه ديال العين تنسيون تنسيون تلعين المشكل دياله أشنه هو أنه صامت هو عدو صامت لو كانت هناك أعراض غيكون ساهل علش الناس حتى ينقص له شوف عد كي يمشي عن الطبيب اه اه إلا أن عبروه عبروه شي ناس قل يقدر يقضر عند الطبيب ديال العينين الداروري كي عبر لك التنسيون هذي من يعني بحلها بحل لك تقول ستيتوسكوب عند الطبيب عام أو الطبيب ديال الأطفال حتى مليكة تمشي عن طبيب العينين لازم كي عبر لك التنسيون غير نقول لك الأعراض ما كيناش الأعراض ماشي مليكة في دا الأعراض ماشي الأعراض اللي ولات مضعفات مشاكل إذن هذك النقطة بزاف الناس كيتشكوا منها ولكن التعب كيزيدها حتى هو كين مشاكل أخرى أو تاني كي قد يكون الإنسان عنده التهابات في الجيوب سين يزيد كي يكون عنده السنان فيهم مشاكل تاهم كي قد يعطوك التهابات ويخليوا هذه المياه الزجاجية ما كيسبقاش صافية يعني كين بزاف للمسائل اللي عندك سين يزيد ويلا دونك هذه المسائل كلها قد تعطيك تغيير لك هذك المياه الزجاجية وما كتبقاش عندك الشفافية ديالها وكين هذاله تخيتمو مشاكل طبيب مختص ندري تخيتمو لا هي تخيتمو لك كانت ملتاهبة إلا ما كانش ملتاهبة ركت تعيش بيها انتعر هي وخا تشوف مزيان البعيد حسن ندادر فيهم بعد وقرب في نفس النظارات مشيجوش بارك الله مرحبا شكرا لك سي سعيد مرحبا بمكلمات ديالكم وسمعينا أكيد دكتور محمد شهبي مشكور الله جزيل جزائي ورائجة وبنا ويطمننا وعدد من المتتابعين ترتاحوا لك والتشخيص ديالك هذا واجب ففعلا فعندك أجر كبير في هذه المسألة فتحيتنا كبيرة لكم وسمعتي مرحبا بالجميع أرقامنا دايما نفتوحها 0-25-30-30 0-0 أو الرقم ثاني اللي هو 0-5-2-3-3-3-3-3-3 أو تفعلوا معنا من خلال رقمنا كذلك ديال الواتساب لوخاص أنه إما تبعتونا بتجيلاتكم صوتية أو كذلك برسائلكم المكتوبة على الرقم 0-6-2004-004 حاضر معنا دكتور محمد شهبي طبيب أخي صيف أمرض العين تصحيح النظر وجرحة العين أيضا اللي عنده شي سؤال أو اللي بغي شي توضيح معين ما كنت مشكلة للرسلين دايب دكتور هدي مشهو دايما نوصله سيقبل مكالمات معنا تسال يمكن ناخده السلام عليكم ما لاش تسال يلا مشهو نقرأ معنا شكري معنا دريس سيد ريس من واصر سلام عليكم سيد ريس عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خي صباح الخير عليكم اللهي بارك فيك السيدي مرحبا بك تفدى الدكتور رواماك أنا عندي البصر دي اللي ملكت كان قرأه عصر سنين حصر عام شوية كبيرية البصر مشي هو دا كنت لكان ضو لكان شمش لكان شي حاجة أنا بتلتقي من شيء ألفين ولا ألفين وواحد أتبعت عن دكتور اختصاصية ودبا كانت وحلوق قلت لي نفتح لك هنا قلت بجلالة بجلالة جاتني دكتوري طلبت لي بزاف وحلوق عنده حط طيب فورته واختصاصي نقص لي النص دكتوري اللي قلت لي دار لي دار لي حيط لكتوري ودار لكتوري العادسة خرج لي نباضر ولك يبقى المشكل هو هو لبهد نياما تاليف السيمانة عدرجة عن الطيب اللول اللي كانت قلت لي قلت لي اخذ قدرت سكانير دار هدك سكانير ضعتني سيمانة قلت لي وترجع نقول لك شنو كين من اللي رجعت وضعتني غروح التقطير لاك سامول قلت لي وربع شوار ورجع عندي هادو قلت لي عندك تنسيون في عينيك قلت لي عندك 34 وثلاثين اذا عندك تنسيون في عينيك وما كانش عندك مشكل في القرنية ولا في الشبكية والمهم طيب لك شي قلت لي هو هدا قلت لي وحل العين عندك ضعيفة كثيرا الشبكة وساعد ما قلت لي قلت عندي واحد الاجتماع انطرحة شي الاساتي دان شو ما شو ما قلت لي لدت العملية هادو العين ضعيفة بزاف غت عدو تشوف به هادو العين الخرى هادو المقاريب قلت لي دار سكانير دارت سكانير قلت لي ودي عندك احد النقطة في العين ما عندي صير دير هادو تقطير وربع شهور وعد رجع عندي لك صامول دبالعين اللي فتحتي واش العين اللي كانت مزيانة او عندك وحدة كانت ضعيفة اللي فتحت اللي كانت مزيانة وهذي اللي ضعيفة هي مازال ما فتحتي ايش لا مازال بق عيث بزاف وهذي اللي فتحت تحتي ربحتي شوية فيها بعد او لو الو الو لبال مشكل خاص تسويل الطبيبة لان صعيب باش نجاوب كشنو عندك لان ما مدرش لك المقلبتك لان الطبيبة غتسويل واش عندك المشكل في القرنية ولعندك مشكل في الشبكية ولعندك المشكل في العصب البصري لان لحسب حل غتسويل واش يقول بولا مشا علاش قد يكون هذيك البولا يقد يكون كابلي ديال دو مكان شي قد يكون الفيزي بالمكان شي قد يكون مكان فيها مشكل يعني صعيب باش نعرف اف اش من ما كان مبدائيا عندك قلت انت الشعك يضر في عينيك كان الضو يضر في عينيك بكريك كان يضر في عينيك او الشع في عينيك اذا ربما كان عندك مشكل في القرنية زاد مشكل ليل الجلالة عطا عطا تكذب دو ديال التنسيون ربما عطا التنسيون واش جاب من بعض العمالية او كان عندك قديم انا ما نقض نعرف كيدر راسك بززاف لا ما كيدر راسك اذا كيدر راسي اذا كان مشكل اذا قد يكون عندك مشكل لكن انت عار الشعاء هو لك يزعجك يقد يكون عندك مشكل في القرنية القرنية ستسول عليها سول الطبيبة واشن موجودين باش نساعدكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله يجب شفاء دكتور محمد شبي غدي مشي وتواني